حديثة جديدة في تركيا تؤرق السوريين وتتسبب بالاعتداء على بمتلكاتهم في ولاية إزمير بحسب صحيفة سوسجو التركية شاب سوري وأثناء عودته إلى منزله ليلا أتراضه ثلاثة شبان أتراك مخمورين تشاجر معهم وتبادل الطعانات ما أدى لمقتل أحد شبان الأتراك بحسب بيان ولاية إزمير التي قالت أنها ألقت القبض على الشاب السوري المصابي بطعانات في يده اليسرى بيان الولاية لم يطفئ ردات الفعل قرابة 150 مواطنا تركيا توجهوا إلى منطقة تربالي التي شهدت مقتل الشاب التركي في مدينة إزمير وهجموا منازل السوريين بالحجارة وأحرقوا سياراتهم تدخلت فرق الإطفاء وشرطة لضبط الأمور من جديد بحسب صحيفة سوسجو التركية بدي أحكي بك المشاعر قلبي نار أغلى يشعل القلب على ولده اللي بحسن مساعدني بس لقوني محامي لقوني وسيلي طالعوني ابني صرني الهارين ثلاثة قلبي مثل النار يا جماعة حدا يحن علينا بس لقوني محامي لقوني حدا بس يطمنوني عنه وكي الله سمعت شوقات خالق محمد أتمنى أن يقادر يوكل محامي يقادر ساعة توكل محامي يلي بيعرف محامي بيهتمب هاي الأمور الائتلاف الوطني حكومة الأنقاض طبعا عم يتواصلوا معي من الصبح ناس من الائتلاف وناس من حكومة الأنقاض لا يسألوا عن الموضوع طبعا هن بيهمون أنه سوريين ما يهيجوا المنطقة نحن ما لنا مع تهيج المنطقة ولا لنا مع أن تقوم مشاكل نحن أكثر الناس ما بدنا حدا يتضرر الحديثة ليست الأولى في تركيا العاصمة أنقرة كانت قد شهدت آبا الماضي ردت فعل مشابهة بحق السوريين على إثر طعن شبان أتراك أثناء شجار مع سوريين أيضا الأحداث حينها انتهت بضبط قوات الأمن التركية للمنطقة أحزاب المعارضة التركية والتي يدعو بعضها لفتح حوار مع النظام تتهم بتأجيج الشارع بشكل يسهم في حدوث التوترات وبين هذا وذاك يعيش السوري يومه في قلق على مصيره في بلاد اللجوء